أهلا بك معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2 أنت معنا في الباب الأول بعنوان Central Processing Unit ومعا نذهب إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 21 Conditional Branch Instructions تعليمات التفريع المشروطة قلنا أن الحاسب ينظر في الستيطس ريجستر ليعرف القيم الناتجة بعد عملية الكمبير بالطرح القيم الناتجة هي القيم Z 0 bit والC carry bit والS sign bit والV overflow bit طبعا أي واحدة من هذه الbits قد تكون إما صف وإما واحد وحسب التعليمات الموجودة في البرنامج قد يتبع هذه القيم تفريع مشروط الجدول الذي أمامنا يوضح هذه التفريعات المشروطة ومتى تحدث ما هو شرط حدوثها العمود الأول يوضح اختصارات للتذكر هذه التعليمات والعمود الثاني يوضح البرانش كونديشن أو شرط التفريع والعمود الثالث يوضح القيمة المناظرة لكل شرط من الشروط في الستيطس ريجستر أول تعليمة هي BZ معناها برانش F 0 متى يحدث هذا البرانش إذا كانت قيمة Z في الستيطس ريجستر كانت تساوي واحد وعكسها برانش إف نوت زيرو هذه التفريعة تحدث إذا لم يكن ناتج عملية المقارنة بين A و B صفرا فكانت Z تساوي صفر نحن نعرف أن Z تساوي 1 إذا كان ناتج الكمبير إذا كان ناتج ال-A-L-U يساوي صفر فإن Z تساوي 1 وإذا كان ناتج ال-A-L-U لا يساوي صفر فإن Z تساوي صفر كما شرحنا في درس سابق Z is set to 1 إذا كان ناتج بالكامل أصفارا وقلنا أن هذا لا يحدث إذا كانت A تساوي B لأننا نقارن A و B نقارنهم كيف؟ بالطرح A-B فنعرف أن A-B لا يمكن أن تعتصر إلا إذا كانت A تساوي B طيب بالنسبة للكري B-C برانش إف كري نحن نعرف أن الكري نتعكد من من C-A C-A الناتج من عملية جمع A زائد كالتوس كومبليمينت أوف B هذه العملية ينتج فيها محمول حسب الخانات المجموعة تهمنا الخانة C-8 إذا كانت C-8 تساوي 1 فنقول أن C تساوي 1 إذا كانت C-8 تساوي 0 يعني ما في كري في هذه الخانة فنقول أن C تساوي 0 طيب إذا كان C تساوي 1 هذا شرط يتبع برانش إف كري إن وجد التعليم للتفريع في حالة وجود الكري فإنها تنفذ إذا كانت C تساوي 1 وإن وجد التعليم للتفريع في حالة عدم وجود الكري فإنها تنفذ إذا كانت C تساوي 0 هذا بالنسبة للكري بيت ماذا عن الـ S-bit الصايم بيت الصايم بيت نعرف من الـ F7 ما هي الـ F7 هي آخر بيت إلى اليسار في ناتج الـ ALU إذا كان هذا البت واحد نقول أن S تساوي 1 ويتبع ذلك تفريع إن كان مطلوب التفريع في حالة المينس وكان هناك تعليم لبرانش إف مينس فإنها تنفذ إذا كانت S تساوي 1 أما تعليمة البرانش إف بلس للموجب فإنها تنفذ إذا كانت S تساوي 0 لماذا؟ لأن إذا كانت S تساوي 0 معنات F7 تساوي 0 وآخر بيت إلى اليسار في الرقم الثناء إذا كان صفرا فإن الرقم الثناء يكون موجبا وهذه التفريعة هي تفريعة إذا كانت النتيجة موجب ماذا عن الساين؟ ماذا عن الأوفرفلو بيت أو بيت V؟ بيت V يناتج XOR XOR بين C7 و C8 هذا XOR gate XOR بين الاثنين قد يعطي واحد وقد يعطي صفرا إذا أعطى واحد فإن V تساوي واحد فنحن نعرف أن هذا لا يعطي واحد إلا إذا اختلفت C7 و C8 وهذا من خصائص الـ XOR هذا XOR gate من خصائص الـ XOR أنه لا يعطي واحد إلا إذا اختلفت المدخلات ويتبع ذلك تفريعة برانش إف أوبرفلو لأن نتحقق الشرط أما إذا كان الـ XOR بين C7 و C8 أنتج صفرا فإن V تساوي صفر ويتبع ذلك أوبرفلو ويتبع ذلك برانش إف أوبرفلو أي فرع في حالة عدم وجود أوبرفلو طيب هذه هي الـ Conditional Branch Instructions هذه الـ Conditional Branch Instructions غد تصنف وفقا للأبرانس هل نحن نتعامل مع أرقام سنائية عادية أم أرقام سنائية مؤشرة Signed or Unsigned Binary Numbers وعليه سنرى الآن ما هي الـ Conditional Branch Instructions في كل حالة من الحالتين Conditional Branch Instructions for Unsigned Compare Conditions إذا كانت الـ A والـ B Unsigned فإن هذه هي قائمة الـ Conditional Branch Instructions التي تتبع عملية المقارنة طبعا نحن نقارن A و B والاحتمالات هي أن A أكبر من B أو A أصغر من B أو A تساوي B وهناك احتمالات متداخلة مثل أكبر من أو يساوي وأكبر من أو لا يساوي وهكذا لذلك الـ Branch Instructions تغطي جميع الاحتمالات الممكنة حتى المتداخل منها أول Branch Instructions هو B-H-I ومعناه Branch If Higher متى يتحقق هذا الشرط إذا كانت A Higher Than B إذن يحصل التفريع إذا قارننا بين A و B ووجدنا أن A أكبر من B طيب Branch If Higher or Equal PHE الـ PHE هي Branch If Higher PHE هي Branch If Higher or Equal متى يتحقق هذا الشرط إذا كانت A أكبر من أو تساوي هذا هو تداخل الشروط الذي قصدناه قبل قليل أكبر من أو يساوي في نفس الله Branch If Lower أو PLO إذا كانت A أصغر من B يحدث Branch Branch If Lower or Equal أو PLO تحدث إذا كانت A أصغر من أو تساوي في الحالتين Branch If Equal لا تحدث إلا إذا كانت A تساوي B هذه هي حالة واحدة و Branch If Not Equal أو PNE تحدث إذا كانت A لا تساوي B وهنا تداخل A لا تساوي B إذا كانت أكبر منها أو إذا كانت أصغر منها في الحالتين A لا تساوي B وبالحالتين يحصل branch لأنه لم يحصل تساوي بين الـ A والـ B هذا عن الـ Unsigned Compare Conditions بمقارنة الـ A والـ B Unsigned يعني A و B two binary operands ليسوا مؤشرين ماذا يحدث إذا كانوا مؤشرين؟ ننظر في الجدول التالي الـ Conditional Branch Instruction for Signed Compare Conditions الآن الـ A والـ B signed binary numbers غد يكونوا الـ 2 سالبين أو 1 سالب والثاني موجب ما هي الـ Branch Conditions نقول BGT Branch If Greater Than إذا كانت A Greater Than B وBranch أو نقول BGE إذا كان Branch If Greater or Equal في حالة A Is Greater or A Equal B وBranch If Less Than أو PLT إذا كانت A أصغر من B وBranch If Less or Equal إذا كانت A Is Less Than B or Equal وBranch If Equal إذا كانت فقط A تساوي B وBranch If Not Equal إذا كانت A Not Equal B ما أكبر منها أو أصغر منها طيب لماذا الفرق بين هذا الجدول والجدول السابق هو في نوع الأبرانس هناك كانت الأبرانس غير مؤشرة يعني بدايتها من اليسار بواحد أو صفر لا تعني لنا علامة مينس أو بلص أما هنا في هذا الجدول فنحن نتعامل مع Signed Operance يعني أي موجبة أو سالبة تؤثر معنا وفي كل الحالتين هناك مجموعة من البرانش Instructions التي تتبع الكون طبعا هذه الأمور تفهم بطريقة أفضل إذا أخذنا مثال عملي فيه أرقام حقيقية هذا ما سنفعله في الدرس القادم